بعد خمس أيام وبالتحديد بـ 15 يناير رح يشهد ملعب الملك فهد بمدينة الرياض نهائي منافسات كأس السوبر الإسباني واللي بيستضيفه مسم الدرعية وبيشارك فيه أربع فرق فوتبول إسبانية وهن ريال مدريد وبرشلونا وريال بيتس وفبالينسيا وبعثات الفريق بلشت توصل الرياض استعداد لخوض البطولة فنبارح وسط نجوم فريق ريال مدريد والبعثة المرافقة لقلهم وانتشر فيديو استقبالهم بالورود على السوشال ميديا وكمان صفحة مسم الدرعية نشرت صور استقبال اللاعبين بالمطار ومن بيناتهم لوكا موديريتش وكريم بنزيمة واللي انتشر له فيديوه وعم يتصور سيلفي مع باقي اللاعبين قبل إقلاع الطائرة وقبل منهم وصل فريق ريال بيتيس وفالينسيا على السعودية وحساب وزارة الرياض ضعت بيتر واتق لحظات وصولهم واستقبالهم كمان بالورود على المطار بكرة بتنطلق أولى المباريات بكأس السوبر الإسباني بالريال مدريد وفالينسيا الساعة 10 بالليل بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد وبعد بكرة بنفس الملعب ونفس التوقيت رح تكون المنافسة الثانية ضمن البطولة بين برشلونة وريال بيتيس والفرق الفائزة في المبارتين هن اللي رح يتوجهوا للمباراة النهائية يوم 15 يناير كمان على استاذ الملك فهد طبعا هالمباراة المنتظرة انبعت كل تذاكر الدفع الأولى منها بحسب ما أعلن حساب موسم الدرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر